بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأيضا عدد من قادة قواتنا المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بيشاركوا في هذا الاجتماع وهذا اللقاء المهم اللي تم النهاردة في المنطقة المركزية العسكرية بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نتابع التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال القوات المسلحة بنطاق المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية اكد خلالها ان رجال المنطقة المركزية العسكرية بكافة اسلحتها وتخصصاتها يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس وفق عقيدة ايمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق اي اعتبار والقى الفريق اول عبد المجيد ساقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للحضور كما وجه التحية والتقدير للفريق اول محمد زكي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والفريق اسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على ما قدموه من جهود مخلصة خلال فترة قيادتهم للقوات المسلحة مؤكدا ان رجال القوات المسلحة سيواصلون تضحية بكل غال ونفيس من اجل الدفاع عن امن مصر واستقرارها وان القوات المسلحة هي المدرسة العليا للوطنية وهي الحامل عارين هذه الامة ورجالها هم خير شباب مصر موضيفا ان القوات المسلحة ماضية بكل عزم واسرار في بناء قدراتها البشرية وتطوير امكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات لامتلاك قوة راضعة لحماية السلام في ظل ما تموج به المنطقة من صراعات وتحديات مشيرا الى مساهمة القوات المسلحة في التنمية الشاملة للدولة وبناء مقاومات الجمهورية الجديدة التي يتطلع اليها الشعب المصري العظيم والتعاون مع كافة اجهزة الدولة في استمرار تقديم الدعم والمساعدات الانسانية للاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الازمة الحالية وفي نهاية اللقاء اكد الفريق اول عبد المجيد صقر على الاهتمام بالتدريب الجيد والواقعي للحفاظ على اعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي والصلاحية الفنية للاسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها والارتقاء بالمستوى المهري والبدني للفرض المقاتل والروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة في اعلى درجات اليقاظة والاستعداد لتنفيذ اي مهمة تسند اليها تحت مختلف الظروف